ازاي تختاروا صحابكو هقولكو بس قبل ما اقولكو ما تنسوش لايك والشير وشوية الزراير اللي حواليه انا سألت ولادي ازاي تختاروا صحابكو قالولي فانا هقولكو اللي هما قالوا بالظبط قالولي يا ماما احنا مش هنختار الصاحب البق يعني ايه البق يعني اللي بيقول مبيعملش يفضل طول الوقت يقولك انا هعمل واسوي وهعملك وهعملك وفي الاخر ما بيعملش حاجة خالص ده بنصحبه عالطاير كده لا يقول لنا ولا نقوله قالولي يا ماما ونبعد عن الكذاب لانه بيهتش كتير ولا نصدق له كلمة ولا نستنى له وعد فده برضو نصحبه عالطاير ازايك الله يسلمه وبنيجي بقى الاهم واحد وده ما نصحبهش خالص لعالطاير ولا على الهامش اللي بيعمل مشاكل كتير لان ده بيبقى بتاع مشاكل وبيجرنا معالي المشاكل وفرحان طبعا ومفكر نفسه كبير ادهشنا ولممنا حوالين احنا من رجالته وبيعمل لنا مشاكل واحنا طبعا فرحانين بنفسنا علشان هبل فاكرين نفسنا هنتجمع حواليزها يا اولاد ريز قال لي اختار مين بقى اختار الصاحب الجدع المؤدب الشاطر اللي حاطت هدف قدامه وعايز يحققه اللي بصص لمستقبله رايح المدرسة يتعلم مش رايح يترسم على العيال واهم نصيحة تاخدوها من الاروبة انك لما تيجي تختار اصحابك تعمل ايه تسمع اكتر ما بتتكلم لان ده هيفيدك انك هتقدر تحدد شخصية كل واحد ومين اللي هتصحبه ومين اللي هتبقى صحبيتك ليه عطايا وعايز اقولك حاجة اخيرة لو عايز اعرفك اعرف صحابك لان شخصيتك هتبن من شخصية صحابك وطبعك هيبن من طبع صحابك انت مصاحب مين هتبقى زيهم بالزبط مصاحب ناس كويسة هتبقى كويس مصاحب ناس مشاغبة هتبقى مشاغب زيهم اشتركوا في القناة